السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا أصدقائي كيف حالكم أرجو أن تكونوا بخير اليوم إن شاء الله لدينا قصة جديدة هي نصائح حكيم نصائح حكيم نصائح حكيم نصائح حكيم نصائح حكيم نصائح حكيم نحن نقرأ القصة هيا نقرأ القصة سأقرأ القصة دو عم الأول وقت لا تتنازل وقت لا تتنازل وقت لا تتنازل قال حكيم لابنه يا بني في حياتك لا تتنازل عن ثلاثة أن تأكل أفضل طعام وتنام على أفضل فراش وتسكن في أفضل البيوت فقال الابن نحن فقراء فكيف لي أن أفعل ذلك فقال الحكيم إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام وإذا عملت كثيرا ونمت سيكون فراشك أفضل فراش وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون سكنت أفضل البيوت قال حكيم لابنه يا بني في حياتك لا تتنازل عن ثلاثة أن تأكل أفضل طعام كل Blind Matt لأأكل صعب لأكل صعب لأكل صعب لأكل صعب وتنام على أفضل فراش وتنام على أفضل طعام وتسكن في أفضل البيوت فقال اللبن نحن فقراء فكيف لي أن أفعل ذلك فقال الحكيم إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام فقال الحكيم إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام وإذا عملت كثيرا ونمت سيكون فراشك أفضل فراش وإذا عملت كثيرا ونمت سيكون فراشك أفضل فراش وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون سكنت أفضل البيوت وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون سكنت أفضل البيوت and if you did good to people you will live in their hearts and thus will live in the best of homes New vocabulary from this story and thus will live in the best of people you 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 will live in أكلت you ate فقط just عندما when تجوع to be hungry سيكون will be my what عملت you did كثيرا ألط نمت you slipped الناس the people بالمعروف with kidneys قلوبهم their hearts سكنت you lived thank you for watching until the next video like subscribe share and follow my Arabic journey with محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته